السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال يعني جرى الحديث عنه والاستفسار عليه كتير في الفترة الأخيرة دي هل أولا يجوز على المرأة أن تمتنع عن زوجها بسبب البرد؟ نقول لا يجوز ذلك مطلقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل دعا زوجته إلى فراشه فأبت باتت الملائكة تلعنها أو باتت والذي في السماء غضبان عليها حتى يعني يرضى أو تطاوعه هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ده لتفاصيل تانية مش وقتها لكن احنا بنقول أن الأصل أنه لا يجوز على المرأة إذا دعاها أن تمتنع عن زوجها بسبب البرد طيب ما هو الدنيا برد أقول لك ما هو كل حاجة لها حل يعني احنا بنقول أن الأصل أنه لا تمتنع لأن الموضوع له حل طيب اللي حصل دلوقتي خصوصا بأفصلات الفجر إن حصل ده وبعد كده هي قامت تريد أن تغدسل ما الذي عليه أو ما الذي عليها أن تفعله أول حاجة دلوقتي بيوتنا بقى فيها سخنات وبقى فيها الحمد لله حتى البيوت البسيطة البيوت الفقيرة في كل بيت دلوقتي فيه سخان في كل بيت فيه بوتجاز تقدر تسخن على المياه فينبغي عليها أن تسخن الماء حتى وإن كان الأمر فيه بعض مشقة يعني آه هي تغتسل بس الدنيا سقعة شوية بس المشقة تعادي عادي ما احنا بنقابل المشقة في شغلنا وفي تربيتنا مع ولادنا اشمعنا معه ربنا سبحانه وتعالى لكن بقى السؤال الثاني بقى طب يا عام الشيخ جو برد جدا بمعنى إن أنا بالفعل حتى مش قادر أنزع الطاقية من على دماغي الجو برد جدا وأنا خايف جدا أو خايفة جدا إن يجي لي برد أو إن يحصل لي حم عندي شوية برد وهتحصل لي حم ومضاعفات هنا ساعتها نأخذ بالرخصة يعني لو في شوية مشقة بسيطة ينبغي علينا أن نتحملها لكن لو مشقة كبيرة جدا الإنسانة هتعرض نفسها بالفعل الضرر أو الضرر اللي عندها هيزيد هنا تنتقل من الاغتسال إلى التيمم قال تعالى ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا عدم وجود الماء ينقسم إلى قسمين حسي ومعنوي حسي إن هو مش لاقي مية بالفعل معنوي يعني لاقي مية لكن لا يستطيع أن يستخدمها فهنا ينتقل إلى التيمم سيدنا عمر بن العاص كان في ليلة باردة وصبح جنبا فلم يستطع فيعني تيمم فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك جنب قال يا رسول الله إني تذكرت قول الله ولا تلقب أيديكم إلى التهلكة أو قول الله ولا تقتلوا أنفسكم فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ما فيش أي إشكال لما يكون في ضرر كبير إن أنا أتحول لما يكون في ضرر كبير بنأكد على ده نتحول من الإغتسال أو العزيمة إلى الأخذ بالرخصة لكن لا يصح أبدا أن الوحدة تترك صلاة الفجر بسبب هذا لأن فيه الرخصة موجودة والله عز وجل قال يريدوا الله بكم اليسر ولا يريدوا بكم العسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته